قالت مصادر عسكرية للحرى أن جيش السوداني بدأ هجوما على قوات الدعم السريع في مدينة أمدرمان بالعاصمة الخرطوم وذكرت المصادر أن اشتبكات عنيفة انضارت بين الجيش وبين قوات الدعم السريع في محور شرق أمدرمان وتحديدا في حي أبهرف القريب من محيط الإذاعة وتلفزيون مشيرة إلى أن الجيش تمكن من فرض سيطرته على الحي فيما قالت مصادر في قوات الدعم السريع أن عناصرها لا زالت تسيطر على المواقع القديمة والمحيطة بمنطقة الإذاعة والتلفزيون في سياق متصل قالت غرفة توارئ جنوب الحزام من سبعة مدنيين لقوا حتفهم وأصيب أربعة أخرون إثر سقوط خمس قذائف مدفعية في حي النهضة جنوبي العاصمة الخرطوم والمعروف باسم حي الإنقاذ وكانت الغرفة قد أشرت أمس إلى مقتل سبعة مدنيين إثر سقوط ثلاثة قذائف على الحي ذاته ليرتفع عدد القتلى بين اليوم وأمس إلى أربعة عشر قتيل مدنية جراء القسف المدفعي في السودان أيضا فقد شكلت الحرب الدائرة في البلاد ضربة قاضية للاقتصاد مع استمرار إغلاق المصارف وتوقف حركة الاستيراد والتصدير وانهيار قيمة العملة المحلية الاقتصاد السوداني في مهب حرب لم تهدأ منذ عشرة أشهر وألحقت فيه خسائر فادحة نهيك عن آلاف القتلى وأكثر من عشرة ملايين نازح داخل البلاد وفي دول الجوار الانخفاض الكبير لقيمة العملة السودانية كان من أبرز معالم هذا التداعي السريع فبعد أن كان سعر الصرف للدولار الواحد يبلغ ستمائة جنيه سوداني قبل الحرب انخفضت هذه النسبة إلى الضعف الآن وأصبح سعر الصرف للدولار ألفا ومائتي جنيه سوداني الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تركت بصمتها المدمرة أيضا على تجارة السودان الدولية فقد أفاد تقرير لهيئة الموانئ السودانية بتراجع حجم الصادرات والواردات العام الماضي بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق له أما التعاملات المالية في الداخل فقد انكمشت بنسبة أكبر بكثير فقد أدت الحرب إلى توقف 70% من فروع المصارف في مناطق القتال بحسب تقرير لبنك السودان المركزي وتم نهب ممتلكات البنوك وأصولها وموجوداتها الحرب تركت أيضا تداعياتها المدمرة على الزراعة وأصبحت المحاصيل المزروعة لا تغطي سوى مساحة 37% فقط من إجمالي الأراضي المهيئة للزراعة بحسب تقرير لمركز فكر السوداني للدراسات والتنمية وبسبب هذا الانكماش الاقتصادي الحاد تعاني الغالبية العظمى من السكان من الجوع ولا يستطيع سوى 5% من تأمين وجبة غذائية كاملة وفق برنامج الغذاء العالمي الذي حذر من أن الحرب هناك دفعت البلاد إلى شفير الانهيار وأمام استمرار ماكنة الحرب يزداد التشاؤم بشأن مآلات الاقتصاد السوداني وأفاد صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بأن الصراع في السودان فاقما كماشا معدلات النمو التي توقع أن تنكمش إلى 18% العام الماضي ترجمة نانسي قنقر